تحية طيبة لكم ولكافة مشاهدين قناة ليبيا الحدث وحييكم أنا أحمد زيدان اليوم في متابعة من مدينة البيضاء وتحديدا من الحي البيضاء الجديدة وهي أحد الأحياء الكبيرة التي يبلغ تعتادها ما يقارب عن 40 ألف نسمة هذا الحي حقيقة يعاني من البنية التحتية المتهالكة أو بالمعنى لا دقل لا يوجد بنية تحتية سواء كانت في المياه أو الصرف الصحي يكونوا معنا اليوم في متابعة ويأخذ آراء المواطنين الساكنين في هذا الحي أخوتي المشاهدين الكرامة أثناء الجولة التقينا بأحد الساكنين في حي البيضاء الجديدة أعرفنا بنا كان بيضاء جديدة أشرف عبد المولى لنا فترة نعانم من هذه القدرة من هذه القدرة من هذه القدرة من ladies ونترى من هذا المجياري من هذه الأداء من nosotros البلاد في هذه القدرة margins wrapping up وتوخر. واحد يقول ما عندي سيولة. واحد يقول الحكومة ما باشتاش قبينا نعطوا في الملفات وما يصير شيء. وتحكوا فيها الوضع وحا تكمل. المجالة هذين قريب يخشن علينا جوه. الطرق هذه الله يبارك السيارات هذين تكسر كل ما. يعني الحكومة هذين ما باشتاش قبينا بكل يجولها عندنا والملفات يفشل عند السيد عبدالله الثني ويردوا فيه. مش عارف العطف المقاولين هنا في المجلس البلدي الله واعلم. هذين المقاول يقول المجلس ما اعطني شيء. والمجلس يقول المقاولة عظيمة يبي يختم ما. الله واعلم. خصوص للمياه للشرب. هل هل توجد يعني شركة المياه الصرف الصحي. هل قامت بتوصيل خط مياه صالح للشرب. او يتم الشراء. والله كان المياه لها فترة ما. الشراء يعني. الها من فوق من السانتين. المياه البضاء الجديدة يطلقوا فيها يوم وسانة ريح. وكان المياه التاحلي يمخلطها بالمجاري ومخلطها بالهل. تحكي بها الوضع بحادك. كلا المياه بالنسبة للمياه تشرب. ما ما تحكيش فيها بلك. لو في رسالة فيه منتو مجموعة منك مقامت يعني بالذهاب للمجلس البلدي او شكلته رابطة او مجموعة ان تتحدث باسم الحي. هل فيه شيء نحنا مشينا شكلنا لجنة ومشينا لمجلس البلدي وحكينا مع السنوس الدارتفي وحكينا مع علي حسين وحكينا مع الاشخاص اللي في المجلس يقولوا مماشر نحنا ماشيين. ملفات كون ماشيين. مشينا الوزارة الوزارة قالت نحنا ما عندناش ملفات معاش. مجلس البلدي ياضى يوم 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 نبشو له لكن ما فيش حل بك لانا كام سنة نعانوا فيها القصة حل لازم معاش عربنا نحنا الخراب في المقاولين الخراب في المجلس البلدي في الوزارة تحكي في الوضع لبليد هذي متكسرة من هالبيضة الجديدة هذي لها كام سنة. ما هي هي اساس البيضة الدائري هذي لها كام سنة تكسير بالشكل لازم ما فيش واحد نحنا مطالب بالحكومة هل في خدمات موجودة هنا مثلا يعني منشأة صحية مستشفى عيادة اه اي اي شي خدمي مدرسة ميكان انا نقالنا مدرسة بالهون في مدرسة بازلنوا ما بدو فيها فوقه ما فيه مدرسة واحدة يجي الفاتح وكلا مستشفى ما فيه نحنا لا نشأة الطلبين من مستشفى لمدرسة نبو طريق بس طريق العام لبشو به اسركان اتحك في هذا الطريق نحنا طلبين بالحكومة كابيلا طلبين بالحكومة والسيد عبدالله الاثني يجي ياخذ جولة جمعة هال المجالس يأتي مع البيض الجديدة يأخذ فيها جولة يتفرجوا برواحة نحن مستشفى طلبين مدرسة طلبين طرق بس طريق وماء يتشربوا ويأتي فيها نشرنا هل شكرا شكرا باك المترجم العديد المترجم المترجم التعليق يوضح سوف أبدا في هذا المترجم 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 شوية 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 أخوتي المشاهدين الكرام لازالت عدسة قناة ليبيا العدس بواصل جولاتها داخل حي البيضة الجديدة من مدينة البيضة والتقينا بأحد المواطنين عبسيد سيفا مرحبا أخويا عبسيد يريد تحكيلنا على وضع البنية التحتية في حي البيضة الجديدة والذي يضحها إلى مشكلة المياه وصحة الصحية وغيرها من المشاكل لتعلم هذه المنطقة حي البيضة الجديدة السلام عليكم والله بالنسبة للطريق هذه كانت قطران وجات البلدية وصحقتها خصصتها طريق جديدة والقصة هذه هي ثلاث سنة مشان الطريق الأولى وغيرها 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 وحي الألوي تصب علينا لوق وفي المطار بالنسبة للشتاء غرقات حتى السيارة لا تدخش وبالنسبة للخفرة المنطقة المنطقة حتى أن الشخص الذي يشترك منها تصعب السيارة كبيراً لكي تشترك منها عشيجي مراخت كيف مشكلة هذه؟ بالطريق عشيجيك مراخت كنت تدوره تصعب سيارة جديد وليس عارف الطريق باش تجيبها وتجيبها يصب لكم مية ومرة ثانية عشيجيك يقول لكم وين تربيض الجديد ولا لا صلاح بالنسبة للخدمات الموجودة في الحياة سواء كانت الخدمات الصحية سواء كانت حيادة او منشأة صحية او منشأة تعليمية شن موجودة في الحياة المالية اللي انتو كمساكنين في الحياة قدمتن كخدمات تعليمية او خدمات صحية وماذا ترسل وحيدة؟ نزيل الفاتح صارحة بالنسبة للمرافض الصحية بالنسبة لعادة كبيرة أنا معتاجين من الوحدة صحية او عيادة؟ بعيد منها بك هذا رقم ست بالنسبة للمرافض الصحية وماذا ترسل؟ والله يا رجل تمنى من المسؤولين بحثوا في حال لا طريق هذه ينهوها لا يستطيع أن ينهوها لا يستطيع أن ينهوها طريق قدرها لأن الشلو أصيبها بشكلها شكرا شكرا أسهل الماكمة مش براني؟ لا مش براني السيد لا شكرا 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 نورا شكرا 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 نوري أحمد الشهر من سكان المنطقة ونشكر الحاج ونيس حسنوني هذا أب لي ثلاث شهداء والستاذ عبد الناصر حتى هو المصاتي عنده شهيد والحي هذا يمر بأزمة من زمان وخطبنا جميع الجهات وخطبنا البلدية وخطبنا الدنيا كلها فشتة مية ما تقدرش ما نقلص صورها لكن كل هذا المكان كله يغرق ومية اشترب توا شبه تخلطت ما تجيش أصلا مية التحلية في الحي موجدات الأبار ولكن ما تجيش للحي هذه أولا ثانيا شوف مختلطة بالمال المجاري واللي متضررين منها حاليا المجاري طبعا أنت عارف هالنموس وهالعالم هذا كلها جاء في الحواشين ونحن مواطنين بسيطين ما عندناش القدرة يوم ما نقدرش حتى نجيبه حتى حق جعبه فنحن نطالبه بسيادة عبدالله الثني والجماعة كل من فيها الحكومة أنهم ينظروا نظرة هالناس والهالحي هالحي كلها ماشي لقدام كلها وسحب كلها ومية المجاري أي قدامك فنبوكم مطالبة وشكرا للقناة 218 وقناة ليبيا الحدث على الحضور البارس والناس كلها رقدتها رياح وما عندهاش بيش تصرف لا نقدر نجيبه سيارة ميجاري ولا نقدر نجيبه أنت عارفين حالة المعاشات والسيولة والناس ظروفة صعبة واللي هذا بحص قطعة رخيصة بيبنيها غرق فشتة العقار رقاها والناس ما قريب تسكن في براري قريب ردوا لورة من بعض ثورة فبراير 2011 قريب ردوا لورة آخرى لأسحابه نزيدوا لقدامه نستقبوا وإحلمنا لكن الله غالب بعد هذا اللي صار قال الله هذا اللي عندنا والمطالبة جمعية كلها وباسم هالناس الشهداء وهالأبهات واختلقت ميال ميجاري بالتحلية ونبو نظرة ونبو جادة له الموضوع هذا وفي شركة جاية لكن ما قدرش يكمل يعني في شركة جاية لكن ما قدرش يكمل العمل بتاعني تنتهى القصة الميجاري وقصة الفلوس وقصة قصة سواج دي يعني واحدة عقف ووحدة فشتها ليروسنا يعني فنرجو رجاء من الاخوة الداعمين الرجال الأعمال الحكومة السيد عبدالله الثني أنهم ينظروا نظرة على الحي ورأنا نحنا ما عندناش مندير وفيد المناشدة فقط والله ما عندنا منديره هذه القصة كلها ونحن يعني نسألك بالتواجد والنظر والسور كفيلة بالكلمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا